بيبدأ الفيلم بوحدة اسمها جريتا ويفطرق القصر عائلة غنية جدا لانها تشتغل عندهم مربية لابنهم الصغير برامز واول ما بتوصل القصر بتلاقيه منعزل في الغابة وشكله مخيف جدا فبتستغرب ليه عائلة غنية زي دي عايشين في الغابة وبعيد عن المدينة ولما بتدخل القصر مش بتلاقي اي حد بيستقبلها فبتتمشى في القصر لحد ما بتوصل لقودة طفل فيها العاب كتيرة جدا وبتخمن كده ان دي قودة الطفل اللي هي هتربيه وفجأة بتلاقي واحد واقف وراها وبتتخضى اول ما بتشوفه وبيطلع انه مالكم بواب القصر وبيعتذر لها عشان خوفها فبتتعرف عليه جريتا وبتروح تساعده في شغل المطبخ وساعتها بتيجي روز صاحبة القصر ترحب بيها وبتعرفها على جوزها جاك وابنهم برامز فبتتفاجئ جريتا ان ابنهم ده مجرد عروسة لعبة وكل اللي في القصر بيعملوه على انه ولد حقيقي وبيتكلموا معها حتى مالكم بيتكلم مع برامز وبيوصيه يخلي باله من جريتا لانها هتكون المربية بتاعته فبتشك جريتا ان الناس دي كلها مجنين وبتسأل نفسها اللي يخلي عيلة غنية زي يوم يجيبوا مربية لعروسة لعبة فبتتر انها تعمل زي يوم وبتسلم على برامز عشان ما يتضايقوش منها فبتخدها روز تفرجها على الاصر وبتعرفها على الروتين اليوم بتاع برامز وبتشرح لها انها لازم تصحي كل يوم الساعة سبعة وتقرأ له كتاب لمدة 3 ساعات وكمان تشغله الموسيقى اللي هو بيحبها بالصوت عالي جدا لان سمعه ضعيف وبالليل بتخرج روز من قودت برامز وبتقول لجريتا انها تكلمت مع ابنها برامز وهو موافق انها تكون مربية بتاعته وبعدها بتحضنها وبتمشي فبتروح جريتا عشان تكلمه اختها على التليفون وبتقول لها ان الاصر اللي هي شغالة فيه معزول خالص عن المدينة ومفهوش شبكة نهائي وبتحكي لها انها مش حابة شغلها الجديد لان صحاب الاصر تصرفاتهم غريبة جدا والنهم بيربع عروسة لعبة على الاساس انها ابنهم لكنها مضطرة تستحمل قراءة في الشغل لانها محتاجة فلوس عشان تسافر بريطانيا وتاني يوم بيجي وقال برامز عشان يتكلم معاها وبيقول لها انهم مسافرين ضروري عشان عندهم شغل وللأسف هيسيبوها لوحدها في الاصر ووظيفتها بقى انها تهتم ببرامز وما تسيبوش لوحده نهائي وبعدها بيديها ورق التعليمات مكتوب فيها كل الحاجات اللي هتعملها لبرامز وبيوصيها تنفذ التعليمات بالحرف عشان ما تندمشي لكنها بتستغرب اكتر لما بتلاقي مراته روز جاية توضعها وبتعتذر لها قبل ما تمشي ولما بيمشوا بتدخل جريتا عشان تحط برامز على الكرسي وبتغطي وشه بقماشة ومش بتنفذ التعليمات اللي تقلها عليها بس بالليل بتتفاجئ ان القماشة متشالة من على وش برامز ووقع على الار فبتخمن كده ان الهوى هو اللي وقع على القماشة وبتاخد برامز وبترميه على الكرسي في قطه وبعدها بتروح قضيتها عشان تنام وبعد شوية بتسحى على صوت حركة في الاصر وبتخرج عشان تشوف في ايه فبتلاقي صورة لبرامز مع عيلته وبتقرب ناحيتها وفجأة بتخرج ايد من الصورة وبتخنقها وساعتها بتصحى جريتا ومفزوها وبيطلع انها كانت بتحلم فبتروح تشوف برامز وبتلاقي مية مطر بتقع عليه من السقف وبتلاعز ان فيه فتحة سقف وبتحاول تفتحها عشان تشوف فيه ايه لكنها مش بتقدر تفتحها وبتخرج تقف في الشباك لحد ما بتشوف ملكم بواب القصر وجاية وبتسأله عن قصة برامز فبيقول لها ان برامز دوت كان ولد حقيق وبيبدأ اخدها للقبر بتاعه اللي موجود في الجنينة وبيحكي لها انه مات في حريقة حصلت من 20 سنة وماتوا عند وقتها 8 سنين وبعد الحادثة بيوم اهلوا لقوا العروسة ديت وساعتها كرروا انهم يربوها على اساس يعني انها ابنهم برامز وبعد ما بيخلص كلامه بيعرض عليها انهم يخرجوا ويتعشوا مع بعض في اي مطعم فبتوافق جريتا وبتروح تستحمه عشان تجاهز نفسها وبيبان كده ان فيه حد بياخد الفستان بتاعها والسلسلة ولما بتخرج من الحمام بتتفاجئ ان فيه جزء من شعرها مقطوع بالمقص وبتلاقي ان الفستان والسلسلة اختفهم من مكانهم فبتروح تدور عليهم وبتلاقي فتحة السقف مفتوحة لوحدها وفيه سلم خارج منها فبتطلع عليه عشان تشوف اذا كان فيه حد مستخبي في البيت ده ولا لا وفجأة بتتقفل عليها فتحة السقف ومش بتقدر تفتحها وساعتها بييجي ملكم وبيخبط على باب القصر عشان يخدها ويخرجوا زي ما اتفقوا لكنها مش بترد عليه لانها محبوسة ولما بتشوفه من الشباك بتفضل تنادي عليه لكنه للأسف مش بيسمعها لانها بعيد عنه وفجأة بتشوف جريتا خيال واقف قدامها فبتقع على الارض ويا مفزوعة وبتفقد بعدها الوعي واول ما بتفوق بتلاقي بدلة قدامها وبتستنتج ان ده الخيال اللي هي شافته فبتتفاجئ وقتها ان فيه فتحة في السقف تفتحت لوحدها وبتنزل على السلم وهي مصدومة من اللي حصل لها بس بتكون متأكدة ان فيه حد في البيت دوت هو اللي عمل فيها كده فبتحكي الملكم على كل اللي حصل وبتخليه يجي يدور في البيت على الشخص اللي حبسها وفعلا بيدور ملكم لكنه مش بيلاقي اي حد وبيحاول يطمنها وبيقولها ان اللي حصل لها دوت صدفة مش اكتر وبعدها بتروح جريتا لأوذي برامز وبتلاقيه بيوصلها وماسك في ايده ورقة التعليمات وبتروح تلعب بلياردو مع ملكم وبتسأله لو يعرف اي معلومات عن برامز الحقيقي فبيقول لها ملكم انه ما شفوش على الحقيقة ولكن كل الناس بتقولوا ان كان ولد هادي وتصرفاته غريبة جدا فبتقلق جريتا وبتروح تكلم اختها عشان تحكي لها الحاجات الغريبة اللي بتحصل في القصر وساعتها بتقول لها اختها ان كل حبيبها القديم جي سأل عليها وانها قالت له على عنوان القصر اللي هي بتشتغل فيه لانه عاوز ييجي تكلم معاها ويرجعوا لبعضها مرة تانية فبتتدايق جريتا منها لانها ما كانتش عاوزة ان كل يعرف مكانها وبعدها بتنام شوية من شدة الارهاق فبتحلم بالعروسة برامز وبيلف وشه وبيبصلها بطريقة مخيفة وساعتها بتصحى مفزوعة وبتشوف خيال لحد برقودتها فبتبدأ تتسحب بهدوء عشان تفتح الباب وبتلاقي قدامها الجزمة بتاعتها اللي المفروض يعني انها موجودة قدام باب القصر وده بيخليها تتأكد ان في حد فعلا موجود معاها في القصر زي ما توقعت بالزبط فبتروح لقودة برامز وبتتفاجئ ان تحرك من مكانه لوحده قاعد على السرير وجنبه ورقة التعليمات وساعتها بتتفزع وبتجري على قودتها وبتقفل عليها الباب وفجأة بتلاقي التلفون بيرند وفي ولد بيقول لها ان انا برامز وما تخفيش تعالي عادي معايا وانا هسمع كلامي كله فبتفهم جريتا ان العروسة دي هاتمسكونة وبتروح تتكلم معاوة تقوله انها هتنفس كل التعليمات اللي في الورقة ولكن بشرط واحد بس انه ما يخوفهاش وما يعملهاش اي حاجة وبالفعل بتعمل كده وبتاعد تقرله قصص اطفال وبتشغله اغاني وكمان بتاعد تأذفله على البيانو فبيجي مالكم يتكلم معاها وبيقول لها انه جاب لها طلبات المطبخ وبيعرض عليها انهم يخرجوا هما الاتنين مع بعض لكنها بترفض بحاجة انه مش هينفع تسيب برامز لوحده وبيستعرب مالكم جدا من كلامها وبيسيبها وبيمشي فبتتكلم جريتا مع برامز وبتقوله انها حاسة كده انه مجرد عروسة لعبة مش اكتر وانه كل اللي حصل ده كان مجرد تهيقات عشان كده بتطلب منه يزبط لها انه مش عروسة ويتحرك قدامها لكنها بتلاقيه مش بيتحرك فبتتأكد ان كل ده مش حقيقي وانها كانت بتتخيل فعلا وبعدها بتروح عشان ترمي الاكلة في الزبالة وبتتفعي ان برامز تحرك من مكانه وقاعد على الارض فبتتكلم مع مالكم وبتقوله ان العروسة دي بتتحرك وعشان تثبت له كلامها بتحط برامز على الارض وبتحدد المكان اللي هو قاعد عليه بالتبشيرة وبعدها بتاخد مالكم وبيخرجه من القوضة لمدة 3 دقايق وبتشرح له ان برامز مش بيتحرك غير لما يكون لوحده في القوضة واول ما بيدخلوا القوضة بيلقوا لسه قاعد مكانه وما تحركش فبيقول لها مالكم اكيد انت كنت بتتخيالي فبتتكلم جريتا مع برامز وبتقوله انه لازم بيتحرك من مكانه وإلا الناس هيفتكروها مجنونة وساعتها يجبروها انها تمشي وتسيبوا لوحده وبعد ما بتخلص كلامها بتخرج اياه ومالكم من القوضة عشان يحاولوا مرة تانية وانما الراضي بقا بيتفاجئوا ان برامز تحرك من مكانه فعلا وبيصدق اعمالكم وهو مصدوم فبيخرجوا هما الاتنين عشان يتكلموا مع بعض وبيخمنوا ان برامز لما مات من الحريقة روحوا سكنة جوة العروسة دي فبتدخل جريتا تنايم برامز وبتخرج تكمل كلامها مع مالكم واللي بينصحها انها تمشي من القصر ده فورا لان في مربية قبلها ماتت في ظروف غمضة وممكن يكون برامز هو اللي عمل كده وعاوز يخلص عليها يا كمان ولكن جريتا بترفض تمشي من القصر وبتقوله انها مش هتسيب برامز وتاني يوم بتسمع صوت حد بيلعب بليارده في الصالة وبتخرج تشوف مين وبتتفاجئ انه يبقى كول حبيبها القديم وبيقول لها انه جاي صالحها عشان يرجعه لبعض تاني هو بيتريق عليها عشان شغالها مربية لعروسة لعبة ووقتها بييجي مالكم بيقاطع كلامه وبيقول لجريتا انه جاب لها طلبات المطبخ فبتتكلم معاه جريتا على انفراد وبتقوله ما يعملش مشاكل مع كول لانه بيشتغل في عصابة خطيرة وممكن يضربه وبتوعب مالكم انها هتحاول تمشي من القصر فبتروح تدي الكول غطى عشان ينام على الكنبة وبعدها بتطلع تنام مع برامز وبتترجعه يترد كول من القصر بأي شكل من الاشكال ووقتها بتحصل حركة غريبة في القصر وبتقع نقطة دم على دماغ كول فبيصحى من النمو ومفزوح وبيلاي مكتوب على الحيطة كلمة اخرج بره فبينادي على جريتا وبيتعصب عليها لانه فاكر ان هي اللي عملت كده عشان تطرده لكنها بتقوله ان برامز هو اللي عمل كده وطبعا ما بيكونش مصدقها لان برامز مجرد عروصة وساعتها بيتعصب عليها وبيحاول ياخد منها برامز ولكن جريتا بترفض وبتفضل تزعقله لحد ما بيسمع مالكم صوتها وبيدخل يتخانق مع كول وبيأمره يخرج برا الاصر ولكن كول بيرفض وبياخد برامز وبيكسره وفجأة كده بيسمع صوت حركة جوالحطان وبيلاحظ كول ان الصوت جاي من ناحية المراية فبيقرب منها عشان يعرف مصدر الصوت وفجأة بتتكسر المراية وبيخرج منها الشاب اللابس قناع شبه بتاع العروسة برامز فبيكتشف كلهم ان ده يبقى برامز الحقيقي ونطول الوقت ده كان عايش ومستخبج جوى جدران الاصر وهو اللي كان مرائبهم وبيحرك العروسة من مكانها عشان يحسسهم انها مسكونة ووقتها بياجن برامز على كل وبيخلص عليه نهائي فبيترعب ملكم وبياخد جريتا وبيروحوا يستخبوا في قضتها وبيبدأوا يفكروا في خطة عشان يهربوا بيها من الاصر فبيسمعوا صوت حركة غريبة جوالحطان وبيستنتجوا ان برامز عامل ممرات في الحيطة عشان يتحرك في الاصر كله من غير ما حد ياخد باله وبعدها بيخرجوا بسرعة وبيروحوا لقوضة الخدمين وهناك بيلاقوا ممر سري بيوصل للقوضة اللي برامز عايش فيها فبيدخلوا القوضة وبتشوف جريتا الفستان والسلسلة بتوعها اللي اختفوا من الحمام فبتفهم ان برامز هو اللي اخدهم وكان مرائب كل تحركاتها وكمان بتلاقي رسالة من اهله كابيله فيها انهم مسافرين ومش هيرجعوا التاني خالص وان جريتا هي اللي هتهتم بيه بعد كده وهتكون مربية بتاعته فبتتصدم جريتا وبتستندج انهم مقدروش يعيشوا مع برامز لانه مختل عقليا ولبسوها هي في المصيبة دي وفجأة بيدخل عليهم برامز من الحيطة وبيهجم على مالكم وبيفقدوا الوعي فبتحاول جريتا انها تهرب وتخرج برى الاصر ولكن برامز بينادي عليها وبيهددها انها يخلص على مالكم لو ما رجعتش فورا وبتضطر جريتا انها تسمع كلامه وبترجع للاصر مرة تانية وبعدها بتاخد مفاك من الدرج عشان تدافع على نفسها ولما بتروح لبرامز بتقوله ان معاد نومو جيه ولازم يسمع الكلام وإلا هتسيبه هتمشي فبيوفق برامز وبيرجع قطع عشان ينام وساعتها بتغطي جريتا وبتطعنه بالمفاك فبيزقها على الحيطة وبيخنقها وهو متعصد وفجأة بتطعنه جريتا مرة تانية وبيقع على الأرض وساعتها بتفتكره نومات وبتروح عشان تاخد مالكم وبيركبه العربية وبيمشوا من القصر أخيرا وصبعا بيكونوا فرحانين عشان أخيرا اتخلصوا من برامز ولكن في الحقيقة ان برامز بيطلع لسه عايش وبيصلح العروسة مرة تانية وبيخلص الفيلم ياريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة شكرا